السلام عليكم مباشرة تنقدون مقدمات قبل أن تستعجل لمعرفة الحلول والوصفات الطبيعية المذهلة والعلاج الجذري والنهائي للرائح الكريهة يجب أن تعرف أن أهم الأسباب الجذرية والأساسية لرائحة الفم الكريهة هو ضعف عملية الهضم فنقص حمض المعيدة والأنزيمات يؤدي إلى بقاء الطعام غير مهضوم بشكل كامل فيتخمر داخل الأمعاء وتنتج عنه غازات غنية بالكبريك ذات رائحة مزعجة أما الجذر الثاني والسبب الثاني فهو اختلال توازن البكتيريا سواء في الفم أو الأمعاء إلى جانب تراكم طبق سميكي على اللسان وهذا يرفع من إنتاج المركبات الكبريكية المتطايرة تسبب الرائحة الكريهة لذلك فإن إعادة التوازن البكتيري مع تنظيف اللسان يوميا يقلل بشكل واضح من الرائحة ويعيد النفس النقي والعافي طيب نروح على الحلول والوصفات الطبيعية مباشرة للتخلص من رائحة الفم بطريقة عملية وفعالة يوميا ينصح بالجمع بين خطوتين بسيطتين الخطوة الأولى استخدام كاشطة اللسان أو تنظيف اللسان بفرشات الأسنان مرتين يوميا مع السحب من الخلف إلى الأمام الخطوة الثانية اعتماد غسول طبيعي محضر في المطبخ ينقع ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي لعشر دقائق ويترك ليبرد ثم تستخدم المضمضة بعد ذلك لمدة ثلاثين إلى ستين ثانية بعد تنظيف الأسنان مرة أو مرتين يوميا ومن يبحث عن حلول بسيطة ومنخفضة التكلفة يمكنه استخدام وصفة منزلية فعالة إذ يكفي إذابة ربع ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ للغرغرة مساء مع بيكربونات الصوديوم نصف ملعقة صغيرة في كوب ماء مضمضة لات إلى أربع مرات في الأسبوع يعني بمعدل مرة كل يوم تقريبا للمساعدة في ضبط حموضة الفم وتقليل نمو البكتيريا لكن تأثيرها على الرائحة مؤقت أما الخيار الدوائي الجاهز فيعتمد على غسول يحتوي مزيج من الزينك لكتات بتركيز منخفض مع كلورهيكسيدين وقد أثبتت فعالية أطول تصل إلى عدة أشهر في خفض المركبات الكبريتي وتحسين تقييم الرائحة وخاصة عند استخدامه ككورس قصير عشرة أيام تقريبا يتبعه برنامج صيانة مرة كل أسبوع أو عدة أيام إذا كنت تعاني من بطء في الهضم أو شعور بثقل بعد الوجبات يمكن استخدام مكمل الإنزيمات الهاضمة بجرعة قرص واحد قبل وجبة الطعام لمدة شهر إلى جانب ذلك يمكن دعم بيئة الأمعاء بالفوائد الطبيعية للبروب بايوتيك من مصادر غذائية متاحة وطبيعية مثل اللبن الزبادي الكفير أو الخضار المخمرة قليلة الملح هذه الأغذية الغنية بالبكترية النافعة قد تساهم في خفض رائحة الفم والنفس التي تريها عبر إعادة توازن البكترية في الفم والأمعاء من الطرق العملية لتخفيف رائحة الفم بشكل قصير الأمد بعد الوجبات مضغ علكة خالية من السكر أو لبان خالية من السكر خاصة إذا احتوت على الزينك أو مستخلصات نباتية أو برو بايوتيك يعزز إفراز اللعاب ويخفض المركبات الكبريتية المتطايرة مؤقتا وهذا يمنح النفس انتعاش سريع ومن الوصفات المنزلية المفيدة منقوع التوابل الدافئ عود قرفة مع مسمارين قرنفول تغلى لخمس دقائق في كوب ماء ثم يترك ليبرد ويستخدم كمضمضة حيث يعمل كمضاد بكتير طبيعي بفضل زيوته العطرية ويساعد على تقليل الروائح لفترة محدودة كما يمكن الاستفادة من بذور طبيعية مثل اليانسون أو الشمر أو الهيل إذ يكفي مضغ ربع ملعقة صغيرة منها بعد الطعام لتحفيز إفراز اللعاب وتعطير النفس بطريقة طبيعية من أهم الطرق أيضا للتخلص من رائحة الفم والنفس الكريهة ما يعرف بالمضمضة بالزيت أو أويل بولينغ خاصة المضمضة بزيت جوز الهند الفكرة تقوم على المضمضة بملعقة كبيرة من الزيت لمدة حوالي خمس دقائق ثم التخلص منه حيث يمكن أن يخفف قليلا من اللوائحة وبعض الجراثيم وينعش النفس مؤقتا لكن هذا لا يمكن أن يحل محل التفريش والخيط في المقابل يمكن لروتين صباحي بسيط أن يحدث فرق ملموس شرب كوب ماء دافئ أو عادي عند الاستيقاظ تأخير الإفطار قليلا الابتعاد عن الإفراط بالقهوة على معينة فارغة مع تنظيف اللسان ثم الأسنان والخيط قبل مغادرة المنزل كما أن تقليل تناول السكر والوجبات الصغيرة والنقشات خلال اليوم يعتبر من الركائز الأساسية فالسكر يغذي البكتريا والفطريات في الفم والأمعاء بينما الوجبات العشوائية المتكررة تعني فرص متزايدة لتراكم الروائح رائحة الفم ليست مجرد انزعاج اجتماعي بل هي إشارة صحية فإذا استمرت رغم كل جهود المنزلية فهنا تكون الرسالة افحص اللثة ابحث عن تسوس الأسنان لا تهمل احتمال التهاب الجيوب الأنفية أو ارتجاع المعدة وحتى مرض السكري قد يكون خلف الكواليس وأنت لا تعلم بذلك الأطعم التي تسبب التخمرات والانتفاخ ليست مجرد إزعاج للجهاز الهضمي بل هي من أكبر مصادر رائحة الفم الكريهة فالإفراط في تناول البقوليات غير المنقوعة جيدا والمشروبات الغازية والأطعم المقلية والدسمة والإكثار من السكريات البسيطة كلها تؤدي إلى تخمر بقايا الطعام في الأمعاء فتنتج غازات ذات مركبات كبريتية متطايرة ورائحة نفاس كريهة والأسوأ أن نمط الحياة غير الصحي يضاعف المشكلة فالسهر المستمر يرهق المعدة وقلة شرب الماء تجفف الفم وتقلل اللعاب التدخين يضيف روائح خانقة ويزيد الطين بله والإفراط في القهوة على معدة فارغة يزيد الحموضة والارتجاع الحل يكمن في اختيارات بسيطة يومية مثل نقع البقوليات قبل الطهي والتقليل جدا من تناول السكريات والمشروبات الغازية تنظيم أوقات النوم والوجبات والإكثار من الماء والخضار الطازجي إذن العلاج الحقيقي يبدأ بعلاج السبب وتنظيف اللسان مرتين يوميا مع مضمضة بالشاي الأخضر استخدام علك أو لبان خالية من السكر بعد الوجبات استخدام نقيع القرفة والقرنف والمساء استخدام أنزيمات هاضمة قرص قبل الوجبات وأيضا إدخال بروبيوتر غذائي مثل الكفير أو اللبن بعد ذلك قيم نفسك إذا شعرت بتحسن وارتياح استمر شهر على الأنزيمات عندما يتحسن الهضم وينضف اللسان وتستعيد بكتريا فمك توازنها عندها يصبح نفسك مرآة لصحتك ورسالة ثقة تشع منك أينما كنت أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة لا تنسى بعد الاشتراك بالقناة اضغط على الانضمام إذا اخترت المستوى البرونزي حيجاوبك على تعليقاتك وأسئلتك والمستوى الفضي ممكن نتواصل بسائل واتس أب والمستوى الذهبي للاستشارات والتواصل أنا وأنت مكالمات صوتي وفيديو شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر للزوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائدة والخير بحفظ الله ورعايته